في الوقت الذي يتعرض أقرانكم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لاستقطابات حادة تحرض على الانخراط في الحرب والموت مبكرا في سبيل خرافة الاستفاء يجد الأطفال في الجوف متسعا لأحلامهم وأفراحهم في هذه المساحات الصديقة وبأنشطة مختلفة كالرسم والقصة والغناء حيث يربون آمالهم بعيدا عن تأثيرات الحرب ونزعات الصراع علمتنا أننا نجتمع وقلنا نجتمعنا في مكان كانوا يحكونا قصص وأنا بدأت أتعلم في منهج القصة الأولى عن أطفال وما أطفال ووجهت وبدأنا سويتنا القصة الثانية وليما ألفتنا لكتاب وهذه آخر قصة سويتناها صور ورسومات وأطفال تكبر في أذهانهم قيم الحياة للموت هكذا يحاول القائمون على هذه المساحات الصديقة التخفيف من وطأة آثار الحرب وتأثيراتها السلبية على نفسيات الأطفال لعل هذا المشروع الذي يقيمه المركز الاجتماعي لنازحين بالجوف واحدا من أهم المشاريع الهادفة التي تعنى بالطفل وتحولاته العمرية ومن خلال اشتغالات متنوعة تشجع على السلم والابتكار وتعزز القدرة على التفكير والخيال والإبداع تواجه الأطفال هنا صحيح كان في عندهم حاجات من أول رسومات كالطوائر كالدبابات بس نحن مع التفكير مع التوعيات التي فعلنا لهم يعني غيرنا وجهة النظر لا رسم لا أشكار لا أرسم خضراء لا بيوت يعني فيه تفاعل في الأطفال إيجابيا يعني كان مع دخول المساحة الحمد لله تغيرت وجهة نظرهم يعني كانت أنهم يعني منصدمين من الحرب أو ما شابه قبل ما ينفتح المساحة رقص وفرح يطلقون من خلالهم العنان لأحلامهم في فضاء مفتوح لأجلها لن تخطئهم عدسة الكاميرا إذ توثق لحظات بهجة لن تنسى لحظات هاربة من كماشة الحرب وواقعها المأزومة بالخيبات وبهذا التفاعل والانتقال السريع في المشهد تقول الصورة ما كان لمحافظة الجوف أن تحضر في السنوات والعقود الماضية لكنك اليوم تشارك صغارك السعادة وتحاول الهروب بهم بعيدا عن الصراعات ومآلاته الكارثية علي الجرابي قناة بلقيس الجو